اهلا وسهلا بكم مشاهدنا العزاء الاصدقاء هم من اهم الشخصيات الموجودين في حياتنا واحنا عادة بنختارهم حتى نتقاسب معهم لحظاتنا الحلوة والمرة نستشيرهم نحس انه فيه اشخاص بجانبنا دائما بالذات في الصروف الصعبة لكن طبع بعض هؤلاء الاشخاص ممكن انها بضايقنا خصوصا اذا كانوا من نوع اللي يحبوا يتباهوا دائما بتفوقهم ويحاولوا دائما انهم يثيروا غيرة اللي حواليهم وغضبهم ويعتقدوا انهم دائما الافضل كيف نتعامل مع هذه الشخصيات وموضوع فقالتنا هنتابع التقرير ثم ارحب بضيفتي من الطبيعي ان يتفاوت الاشخاص في الذكاء والقدرات ولكن هناك بعض الفتيات المتميزات اللواتي يحاولنا التباهي امام الصديقات كما يستغل هذا التميز لاثارة غيرة صديقاتهم فتكون المنافسة غير شريفة كاميرا سيدتي استطلعت اراء السيدات حول الموضوع لازم المنافسة لو ما فيه الصديقة المتفوقة نفسها ما هيكون شي ممل ما هيكون فيه شي ايجابي او شي اطمح له طالما انه فيه منافسة فحيكون انه فيه فيه تفاوت فيه نشاط تقدم الحمد لله احاول احاول اكون احسن منه فيه كثير بس احاول الحمد لله ان يكون احسن منه فيه بنتي في مدرستي يكون عندي بنتي يعني ازي مني بمذاكرتها بشطارتها او حتى يمكن بشكلها مظهرها مرحل والله دايما لما بلاقي اي حد من صحباتي فيهم ميزة مش موجودة فيها طبعا انا بحب لها الخير دي ما فيهاش مشكلة بس دايما عندي حماسي ان انا لازم اوصل للنقطة اللي عندها واعلى كمان يعني ما سيفش لنفسي كده وابحس ان انا طول الوقت بفرق ان انا لسه ما وصلتش للنقطة الايجابية اللي هي فيها احاول ان انا اللي اخلي حدود حاج هذا الطاقتها السلبية عليه اللي هو التنافس وحاولنا نتنافس يعني بطريقين مو بتنافس بس اننا يعني نخلي طاقاتنا بشيين مختلفين وفعال مشاهدين للحديث اكثر عن هذا الموضوع اسمحولي ارحب معايا بالدكتورة هبة شركس مستشرة نفسية وخبيرة اسرية وتربوية اهلا بك دكتورة هبة دكتورة موضوع الاصدقاء اللي يحبوا يتبعوه او يحاولوا دائما يظهروا انهم المتفوقين والافضل يريد نشرح شخصيتهم اكتر نفسيتهم واش ابرز الصفات اللي لو اي شخص شافها ممكن يعرف بسهولة انه هذا النوع من الاشخاص يعني النوع ده من الاشخاص هي شخصيات استعراضية بتستعرض دايما يئما بممتلكتها يئما بعلمها يئما بتفوقها وده بيكون ناتج عن عدم نطج كامل في الشخصية لان الشخصيات النطجة بتكون رادية عن نفسها واسقة في نفسها وما بتحتاجش لان هي تعمل مثل هذه الممارسات يعني مش هيوعد حد يستعرض بعلم مثلا معين او يستعرض بامكانيات او بمهارات معينة الا لو كان هو مش حاسس بذاته مش وثق من نفسه بما فيه كفاية يشعر بالنقص اه بالضبط تحديدا او عدم النطج يعني احيانا بيبقى من دافع مثلا عملت حاجة ايجابية وعايزة اشارك اصدقائي فيها فاجي اتكلم وباله واسترسل في الكلام وما ديش فرصة لحد يتكلم فتحول بعد كده الشخصية استعراضية فطبعا الشخصية الاستعراضية شخصية مزعجة جدا بالنسبة لكل الناس اللي حواليها لكن فيه شخصيات بتعرف تحتوي هذه الشخصية الاستعراضية وبتقدر ان هي فعلا تبث فيها الثقة في نفسها فبيقل الاستعراض عندها كيف تقدر هذه الشخصيات هي بتقدر يعني تمتص هذه الشخصيات يعني لو احنا بنتكلم في مجال الصداقة لو صديقة حقيقية فبتبقى مراية لصديقتها فبتبدأ تقول لها انت نكحة فعلا وانت كذا فعلا لكن كلامك عن نفسك كتير بيقلل من مكانتك فانت بالعكس يعني كلما كنت نكحة في صمته وتسيب الآخرين هما وانجازاتك هي اللي تتكلم عنك هيكون أفضل فبالنصايح وبأن هما يكونوا يعني أصدقاء فعلا وصدقين مع بعض ممكن هذه الشخصية تبدأ تقلل شوية من الاستعراض اللي موجود عندها وغالبا الشخصيات الاستعراضية بيبقى فيه خلل نفسي في داخلها من الطفولة ايوة انا كنت حبة سأل حضرتك لانو انا دائما اعتقد اي مشكلة في اي شخص تبدأ من الطفولة فكيف تربية الاهل عادة لهؤلاء الاشخاص ايش التصرفات او سلوكيات الخاطئة اللي بيترب عند هؤلاء الاشخاص حب الاستعراض النقد النقد المستمر والنقد الهدام مش البناء يعني النقد سلاحظوا حدين بيتطور الشخصية يقام بيهدم الشخصية على حسب اسلوب النقد يعني لو انا كل ما بقابلك بنتقدك 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 الطفل بيبدأ يكون صورة عن ذاته انه هو سلبي وانه هو شخصية سلبية وانه شخصية غير مرغوب فيها فلما بيحقق انجازات بعد كده بيفتخر بانجازاته عوضا عن الافتخر بذاته فدي هنا بتبقى ايه مشكلة لكن لو فيه نقد فيه نقد بناء ان انا اذكر مميزاتك ومحاسنك وايه كده اقولك بس فيك نقطة صغيرة كده لو عدلتيها هيبقى وكيه وانا واسقة ومتأكدة انك هتقدر تتعدليها فهنا التشجيع والثقة بالنفس وذكر المحاسن مع النقد بيخلي النقد يكون بناء فهو غالبا الشخصيات الاستعراضية بتبقى تعرضت لنقد شديد او تعرضت لإحساس بدونية وهي صغيرة كان بيتقلل من شأنها طب عادة ايش هي افضل طرق التعامل مع هؤلاء الاشخاص مثلا مو ضرور يكونوا اصدقاء لانه احيانا فيه ناس محيطين فينا مثلا من الاقارب من المعارف من المجتمع ممكن ناس في العمل يكونوا من هذه الشخصيات اللي احيانا ممكن مزعجة تكون لغيرها ايش افضل طرق التعامل مع هؤلاء الاشخاص بدون ما الواحد يزعجهم بس بنفس الوقت كمان هما ما يزعجوه طيب هو خلينا نقول لو مسلا شخصية استعراضية قبلتها بنفس الاستعراض اللي هي بتستعرض بي ده حيزود المشكلة يعني عادة ما نقبلش هذه الشخصيات بدنا احنا نستعرض اللي عندنا وما نخليهاش تشدنا في دايرتها يعني هذه الشخصية مثلا عمالها تستعرض وعمالها تتفاخر مروحش انا كمان بقى استعرض واتفاخر فاحنا نقف بعيد عن الدايرة ونتأمل من الخارج ونحاول ان احنا يعني لو شخص ما يهمكيش قوي بتحاول انك تسمعي وتمراري خلاص يعني موضوع ما عادش بيفرق معيك كمان لو بتكون انت عندك ثقة بنفسك وعندك ثقة بأدائك بالعكس بتحسي بالشفقة نحية الشخصيات دي يعني يعني بتتمنى لها فعلا ان هي تكتسب ثقة ذاتية عوضا عن الاستعراض اللي هي بتمرسو هل المصارحة لها دور مهم في حال هذه المشكلة يعني لما يكون شخص مقرب لهذه الشخصيات سواء صداقة او معرفة كيف ممكن تكون طريقة المصارحة بشكل ما يزعج او ما يجرح وفي نفس الوقت يكون يعني شخص يقدم نصيحة او يقدم طريقة للمعالجة طبعا لازم يكون الشخص قريب جدا من الشخصية دي ولازم يبدأ يحسسه بالثقة في ذاته يبدأ يقول له ان امتك في نفسك مش امتك في ممتلكاتك ولا امتك في علمك ولا امتك في نفسك في ذاتك كإنسان طب امكن هذه الشخصية شايفة انه دعتها مع لها اي قيمة كيف ممكن تنزرع الثقة في هذا علشان تنزرع بصي مفيش انسان ما عندهش ايجابيات فالناس الزكاية اجتماعيا بتعرف تلقط ايجابيات كل حد من اعداد بسيطة جدا معي تبدأ مثلا يعني انا كتير بيجيلي مثلا الناس ما عندهمش ثقة بنفسهم بس مجرد ما نوعد نتكلم مع بعض عشر دقايق ابدأ قولها واضح ان انت عند القوة ملاحظة فتستغرب كده وتبدأ تبتهج يعني ان هي انا عندي حاجة ايجابية انت اني قنيقة قوي في لبسك انت بتختاري حاجتك بعناية انت شخصية انت قائية فتبدأي تقول لها صفات تبدأ تحس بثقة في نفسها بعد ما نزرع الثقة في نفسها نبدأ نقول لها ان ما عادش له داعي انك تستعرضي بأشيائك يعني او انك تدعي احيانا الشخصيات الاستعرضية بتدعي اكتر مما تملك يعني كمان سواء من علم او من مال او من اشياء او كيف بتدعي اكتر مما تملك بس عشان بتحاول تعمل هالة حواليها علشان اعرفها زي ما كنت بولع في وشك الكشاف الكشاف علشان ما تشوفيش حاجة فانا بحاول ابهرك علشان ما تشوفيش جوهري هي هو ده الرسالة اللي بتبعاتها الشخصية الاستعرضية حضرة تقولتي نقطة تانية انه عادة بيكون يا اما بسبب يعني تربية قاسية كانوا فيها ناقد عالي فهدولة الاشخاص بيحبوا ويستعرضوا او بيكون بسبب انه الشخصية هذي مثلا عندها مشكلة معينة في عدم النطج هلها علاقة بالعمر ولا كيف ممكن ان الشخصية تنضج كيف نقدر نحكم انه هذي شخصية ناضجة الشخصية بتنضج اكتر حاجة من السمات اللي يعني فيها عدة عوامل ما نقدرش نتكلم عليها كلها بس اهم حاجة النطج العاطفي ان انا بقى قادرة افهم مشاعري وبعرف اعبر عنها بطريقة ايجابية بعرف اتحكم في سلوكي ناحية مشاعري الشخصية دي مثلا لو حست بالديق وقدرت ان هي اتعبر عن الديق بتاعها ده بشكل ايجابي من اي حاجة هتتوقف عن الاستعراض لانها هتنتبه لذاتها من جوة بدل ما هي بتنتبه لما حولها هتبدأ تنتبه لذاتها تركز في مشاعرها هي الداخلية الطفل مثلا لو علمناه ازاي يعبر عن مشاعره ازاي يكلم عن نفسه عن احواله هنا ساعتها بيبدأ ينضج يبدأ يخرج من الاستغراق في المشاعر لحلقة تانية اكثر نتجا اللي انا اعبر وبعد كده الحلقة اكثر نتجا ان انا اسيطر على الموقف اقدر ان انا اسيطر على ذاتي وعلى مشاعري وعلى انفعلاتي هنا بيده بيوصلك لحلقة بننضج ويغنيكي عن العالم الخارجي لانك عايشة جوه نفسك ولانك انت بجد هو ممكن كمان الشخص يكتشف انه الشخصية اللي امامه ما عندها نضج كافية او ما عندها نضج عاطفي لما يتعلق بالاشياء بشكل كبير يعني مثلا لو دخلت في علاقة عاطفية او دخل في علاقة عاطفية ممكن لوش الطرف الاخر تركه يفكر ينتحر او يعني يكون سلوكياته مبالغ فيها ممكن هدي يعني كمان نقطة دي نقطة من نقطة النضج بس الشخصيات اللي استعراضية ما بتعملش كده اجلش كيف السبب الشخصيات اللي استعراضية بتستعرض بالاشياء اللي حواليها والممتلكات بعلم ممكن تستعرض بابنائها ممكن يعني بيبقى لها وسائل استعراضية تانية تداري فيها على النقص او الدفاكت الموجود عندها لكن الشخصيات اللي زي محرك بتقولي بتعلق قوي بالاشخاص دي شخصيات عاطفية اه اوكي وعادة الشخصيات العاطفية اللي بتعرض بالعكس دي بتبقى شخصيات مضحية وبتبقى شخصيات ودودة جدا ممكن تخنقك بالحب أكتر من أن هي تستعرض عليكي تخاف تستعرض علشان ما تفقدش الناس لأن هي بتبقى علاقتها بتلاقي نفسها في الناس الشخصية الاستعرضية بتلاقي نفسها في الأشياء ده الفرق ما بين الشخصيتين هل التجاهل هو حل من الحلول المقبولة بمعنى يعني هل التجاهل ممكن يستفز هذه الشخصيات التجاهل بشكل يعني مزعج أنه بتتكلم هذه الشخصية وأنا كاني ما أسمعها أو كان الشخص اللي أمامها ما يسمع هل هذا شيء مستفز؟ طبعا هو التجاهل أساساً مش من أداب الحواري فعلى أقل الشخص بيسمعه ما بيديش رد تفعل ولا سلبية ولا إيجابية فده ممكن يكون أكثر الحيادي يعني أكثر آه آه ممكن يحصل مشاكل يعني لأن ما بتحبش الأسلوب بتاع التجاهل لكن ممكن من الزكاء أن أنا أسمعها وأغير الموضوع يعني لو هي بتستعرض في مجال معين فأنا أبدأ أغير الموضوع وأاخد الطرف الثاني لدائرتي بدل ما هو اللي يجريني في دائرة الاستعراض معي طيب كمان مهم أنه مثلاً الأهالي اللي بيسمعونها لنا عشان أبناءهم ما يكونوا يعني يعيشوا هذه المشكلة في بعض الأهالي هما أساساً طول الوقت بيستعرضوا يعني هما طول الوقت بيتكلموا عن السيارات وعن البيوت وعن الأملاك وعن الفلوس وعن البزنس فهذا الشيء أبناءهم بيتعلموا منهم الأمهات اللي بيسمعونها الآن وعندهم مثلاً سواء كان زوجها أو هي أو أحد من أقاربهم بيتصرف بهذه الطريقة هي كيف تربي أبناءها أنهم يبتعدوا عن هذا السلوك؟ لو السلوك ما ظهرش على الطفل فملهوش لازمة أن احنا ننبهه له وننهيه عنه لو السلوك بدأت تشوفه أنه هو ظاهر عند الطفل فتبدأ هنا ساعتها تعرف أنه فيه مشكلة عنده لأن السلوك ده علشان الطفل يتبناء ويقلده لازم يكون الطفل عنده إشباع عاطفي نقص فتبدأ هي تنتبه هو الطفل ده اللي وصله لأنه هو يستعرض بأشياءه تبدأ تحسسه بأمته هو كذاته ممكن أكون ما بنطقتش الطفل بس ما بذكرش محاسنه يعني مهم أنه الأم تتعبر عن إيجابيات الطفل هقولك حاجة أنا كنت لسه في برنامج تدريبي للأمهات فكتنا عاملين ورشة عمل كده بقول لها اكتبي إيجابيات ابنك يعني أول حاجة قلت لهم اكتبوا سلبيات أبنائكم كتبوا سلبيات ابنائهم في لحظة كله مسك الألم وكله قاعد يكتب فقلت طيب كويس جميل جدا خلصتوا لأ لسه قاعدين بيكتبوا طيب ماشي أوكي خمس دقائق بيكتبوا سلبيات أبنائهم إيه ده؟ قلت لهم كل واحدة منهم دوري على إيجابيات يعني إيه؟ طب تدلنا اختيارات طب سهليني السؤال شوية طب أنت مثلا ابنك اجتماعي حيوي بيطفي جوه من المرحل البيت حذر في تعاملاته يعني بتديهم حاجات وعكسها كل دي مميزات يا جماعة فبدأوا يكتبوا ورايا يعني تختار وتكتب ورايا من الاختيارات اللي بدها لهم فالفكرة أن أنت ما تحسسيش الإنسان بأمته شفتي يعني بعد ما كتبوا إيه ده كل دي مميزات في أولادنا قلت لهم كم مرة نجي مميزات فيهم ولا مرة نادر يعني أشخاص بسيطة جدا اللي ممكن تذكر مميزات الطرف الآخر صدقيني لما حد بيوسني على حد أو بحد بيمدى حد مما فيه ده له أثر نفسي كبير جدا يعني مجرد حتى الشخصية الاستعراضية لو ما دحتيها باللي هي فيها حتنبهيها لذاتها بدل ما هي منتبهها لأملكها يعني لقلت لها أنت شخصية طيبة قوي أنت حبوبة قوي تبدأ تبص كده على نفسها هو ممكن طبع تاخد منك كلبتين دول وتستعرض فيهم بيهم في مجلس تاني بس فكرة الانتباه إلى إزاي حيث حيث تنقضت بس إذا تفسلوا فيها أشياء إيجابية أهد لا ضرورة حضرتك أنا ذكرت نقطة دكتورة أنه الأهل كيف يعني يشكروا أبناءهم بالأصح ينبحوا أبناءهم في إيجابيتهم طب في حتفاصل بين يعني زرع الثقة وبين الوصول للغرور وللأسف في أهل بيزرع الغرور في أبناءهم كيف الأم تنتبه يعني توازن بين النقطة هذه ونقطة التانية هو الفكرة أن أنا بمدح ابني بما فيه ما ببلغش يعني ما بزودش وما بضيفش حاجات مش موجودة فيه وفي نفس الوقت بقدم لابني النقد أو بهدي له عيوبه يعني فكرة إهداء العيوب أن أنا بمدحه وبعدين بانتقده وبعدين بأشجعه وأنت تقدر تتخلص من العيب اللي فيك فيبدأ الطفل يبقى حسس أن أنا قام مش كامل لما يجي الطفل مثلا ينطقت حد فابدأ أقول له طب إيه مميزاته طب إنت مثلا بتقولي أن صاحبتك فلانا فيها كذا طب إيه مميزاتها تبدأ تنتبه لأن كل ناس فيهم مميزات ممكن حد يكون متفوق عنك وإنت تكون متفوق عن حد في حاجة يعني مجالات التفوق توسيع إطار التفوق وتوسيع إطار النجاح للأبناء هو اللي بيحسسهم بأن هم مش مغرورين يعني كل حد متميز عننا بحاجة وساعات مثلا فيه ورشة عاملة كنت عاملة مرة مع الأطفال فبقول لهم استفدت إيه من كذا حد يعني فمسلا بقول لهم استفدت إيه من طفل صغير رضيع ففيه منوتة لذيذة جدا قالت لي استفدت منه ابتسامت استفدت من بيتحك بيبقى جميل قوي وأنا مرة عادت أحاول أقلد الأطفال وهما بيتحكوا هي كانت عندها حوالي 19 سنين كده تقول لي حاولت أقلد البيبيهات وهما بيتحكوا في المراية وتعلمت أتحك زيهم وقعدت قاعدة بصورها ففكرة أن أنا بتعلم من كل حد حتى لو كان صغير الأطفال ما يجلهمش ما يصابوش بالغرور يعني حلو الفكرة دكتورة شكرا لوجودك معنا شكرا للمعلومات اللي أعطيتين إياها في بعض الأشخاص يمكن يعتقدوا إذا كانوا عندهم أصدقاء فيهم العيب هذا الأفضل ما يتركوهم بس بالعكس يعني الحقيقة ما تكمل إلا وكل شخص يوجف مع تاني ويحس أنه بيضيف شيء للأخذ بالزبط دي كلمة رائعة الأصدقاء بيقفوا جنب بعض وما بيخسروش بعض علشان حاجة لو هم أصدقاء بجد لحد دايق من نجاحه لأن يعرف أن نجاحه ده أنا ممكن أكون نكحة في حاجة تانية وبالعكس لو حسيت أنه هو شخصية استعراضية ممكن أن نبهه إياه إلامك صحيح يا دكتورة أنا عندي أربع صديقات الله يخلي لي إياهم ما تتخيل قديش مهمين في حياتي وبيشجعوني على أن ينجح في حياتي ودائما جنبي فالأصدقاء شيء مهم جدا ما في أحد كامل دائما الواحد المهم أنه يحتضن الآخرين من حواليه يأتي ويأخذ في النهاية شكرا لك دكتورة مشاهدينا سيدتي مستمر فاصلوا راجعين خليكم معنا اسمها نوف التقت أمها بعد عشرين سنة من الفراق اسمها شمس خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح اسمها ندى أو وفاء لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة كيف نجعلها تتمسك بالأمل قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة في سيدتي بعد الفاصل حكاية فشل بداية أمل ملتقى للتحفيز على الإبداع الإنتاج والطاقة اشتركوا في القناة